أخي الحبيب النجيب اللبيب عليك التزام السكوتي لتسلم فإن اللسان له مهلكات فصمتا لتنجو وإلا ستندم فمنها نميما وكذب وغيبا وقول لزور وقذف لمسلم جدال وخوض وقول لشرك وطعن ولعن وكلم محرم فأمسك عليك لسانك صاحي كما في حديث النبي المكرم فإن كان قولك خيرا كنصح وصلح وعلم فقله لتغنام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بالإخوة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات هذا العقد المبارك بإذن الله تعالى للكلام على آفة أخرى من آفات اللسان التي يكثر شيوعها وانتشارها بين المسلمين وهي آفة الحلف بغير الله من آفات اللسان الخطيرة آفة الحلف بغير الله تبارك وتعالى وهذه الآفة مع الأسف منتشرة بين المسلمين بين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأشياء التي يحلف بها المسلمون دون الله تبارك وتعالى كثيرة جدا لا حصر لها وتختلف على حسب الأماكن والبلدان وباختلاف الأعرف وكل ذلك أيها الإخوة الكرام محرم لا يجوز شرعا الحلف بغير الله تبارك وتعالى محرم لا يجوز ويعد شركا أصغر يعد كفرا أصغر نعم هو كفر لا يخرج من الملة لكنه كفر أصغر أي كفر مفسق لصاحبه شرك أصغر أي أنه أشد من الذنوب التي ليست شركا بالله رب العالمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك شكا راوي قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو قال عليه الصلاة والسلام قد أشرك والمعنى واحد معنى اللفضين واحد المقصود أنه أشرك بالله تبارك وتعالى شركا لفضيا شركا في اللفظ وهذا بلا شك إذا كان الحالف يعتقد أن المحلوف به دون الله تبارك وتعالى يعتقد أن الله عز وجل هو النافع الضار يعتقد أن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وهو المدبر لهذا الكون تبارك وتعالى لكنه مع ذلك يحلف بغير الله من الأمور المعظمة أو الأشياء التي جرى على اللسان الحالف بها أو نحو ذلك وأغلب المسلمين إنما يحلفون بما يحلفون به من الأشياء لعظمتها في قلوبهم لأنهم يرون أنها أمور معظمة مقدسة منزهة محترمة فهذا هو الذي يجعلهم يحلفون بها ويؤكدون بها ما يريدون بيانه والإخبار به وهذا أمر محرم لا يجوز للمسلم أن يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فضلا عن غيره فالحالف لا يكون إلا بالله رب العالمين لا يحل لك أيها المسلم أن تقسم إلا بالله تبارك وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كأن تقول والله والعزيز والحكيم أقسم بالسميع البصير أقسم بالغفور الرحيم أو غير ذلك من أسماء الله أو بأفعاله تقول وعزة الله وجلال الله وعظمة الله تبارك وتعالى ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير هذا إن فعل فقد أشرك بالله تعالى الشرك الأصغر وأنا أقول الشرك الأصغر لأن المسلم ولو حلف بغير الله فإنه لا يعتقد أن ذلك المحلوف به أعظم من الله أو أنه مساوي لله تبارك وتعالى وإذا كان لا يعتقد هذا وهذا حال أكثر المسلمين كما نعلم لأنهم من ذوينا وأقاربنا وجيراننا ونعلم مقصودهم فإذا كان هذا هو حال أكثر المسلمين فلا يكون هذا كفرا مخرجا من الملة لكنه شرك في اللفظ شرك لفضي يجب على المسلم تصحيحه والتوبة إلى الله تعالى منه أما من يحلف بغير الله ممن يعتقد أنه أفضل من الله أو أنه مساوي لله كما لو حلف أحد بصنم من الأصنام أوثن من الأوثان وإله من الآله التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى وهو يعتقد أن ذلك المحلوف به مساوي لله وأعظم من الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة لأنه كفر اعتقادي حيث اعتقد أن ذلك المحلوف به أعظم من الله أو أنه مساوي لله رب العالمين هذا كفر اعتقادي مخرج من الملة وهذا لا يوجد والحمد لله بين المسلمين وإنما الخطأ الذي يقع فيه المسلمون والشرك الذي يقع فيه المسلمون شرك لفظي حيث إنهم يؤكدون إخباراتهم وإنشاءاتهم بالحالف بغير الله رب العالمين وهذا لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يؤكد ما يريد تأكيده إلا بالقسم بالله يقول أقسم بالله على كدا تالله كدا وكدا والله كدا وكدا فالقصد أنه لا يحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إذن كل من أراد أن يحلف فيجب عليه أن يترك تلك الألفاظ التي جرت العادة وجرى عرف الناس وجرى على الألسنة الحالف بها من دون الله كثير من الناس يحلفون بالنبي يقولون والنبي ورسول الله وبعض الناس يحلفوا بالكعبة والكعبة وبعض الناس يحلفوا بالمسجد يقول والمسجد وبعض الناس يحلفوا بالأمانة يقول والأمانة التي بيني وبينك أقسم بحياة فلان أو أقسم بشرف فلان أو أقسم بحياة أبي أو أقسم بشرف أبي أو شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير أولئك من الناس بل من الناس من يحلف بالنعمة يقول أقسم بالنعمة على كذا وكذا بالنعمة الفلانية أقسم بالطعام أقسم بالشراب أقسم بالدار أو غير ذلك مما يقسم به الناس كل ذلك محرم لا يجوز للمسلم أن يقسم إلا بالله رب العالمين فإن قال قائل لماذا نجد في القرآن القسم بغير الله تبارك وتعالى نجد في القرآن القسم بأمور من مخلوقات الله تبارك وتعالى القسم بالشمس وبالليل وبالقمر وبالعصر وغير ذلك من مخلوقات الله عز وجل فلماذا جاء في القرآن القسم بغير الله وأنتم تقولون لا يجوز الحلف إلا بالله رب العالمين الجواب هو أن الله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ذلكم القسم الذي جاء في القرآن بغير الله هو قسم من الله رب العالمين الله تبارك وتعالى يقسم على بعض الأمور ليؤكدها من باب تأكيدها وبيان أهميتها يقسم الله تبارك وتعالى عليها تنويها بشأنها وبيانا لعظمتها وهذا أمر يختص بالله رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نحن مسؤولون والله تعالى لا يسأل عن فعله فله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء جل وعلا والله تبارك وتعالى بالتتبع والاستقراء لا يقسم إلا بشيء عظيم وعلى شيء عظيم لا يقسم الله رب العالمين إلا لتأكيد شيء عظيم ولا يقسم إلا بشيء عظيم فكل ما أقسم الله تبارك وتعالى به فهو عظيم عنده ويريد بذلك القسم التنويها والتنبيها على عظمته ولا يقسم رب العالمين إلا على شيء مهم كما قال ربنا مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم الله تبارك وتعالى على شيء عظيم جدا وهو أن جميع الناس في خسران مبين وفي ضلال واضح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم النهجون هم المفلحون هم السعداء وغيرهم خاسرون فإذا ما جاء في القرآن من الإقسام بغير الله ذلك أمر خاص بالله رب العالمين أما نحن فقد أمرنا ربنا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى ويجب على المسلم أن يعلم أن الشرك الأصغر لأن الشرك نوعان كما لا يخفى شرك أكبر يخرج من الملة وشرك أصغر يعد فسقا ويعد كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج صاحبه من الإسلام بل صاحبه مسلم له أحكام المسلمين يجب أن يعلم أن الشرك الأصغر هذا يعد أخطر من كبائر الذنوب يعد أخطر من الكبائر التي هي من جنس المعاصي من الكبائر التي هي من جنس الشهوات الشرك الأصغر يعد أخطر من تلك الذنوب التي هي من جنس الشهوات ولو كانت من الكبائر وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق يقول لأن أحلف بالله كاذبا إذا حلف الإنسان بالله رب العالمين كاذبا فقد وقع في ذنب عظيم في كبيرة من الكبائر وهي الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى الناس هي الكذب عموما والكذب محرم ومن الكبائر يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا يعني لأن أقترف معصية الكذب هذا أهون عندي وأخف وقعا وأقل درجة من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا لأن الحلف بغير الله شرك والكذب معصية وجنس الشرك أعلى من جنس المعصية جنس الشرك أعلى رتبة من جنس معاصي الشهوات ولهذا يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا يبين بكلامه هذا خطورة الحلف بغير الله وأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى أعظم درجة من معاصي الشهوات لماذا؟ لأنه على كل حال داخل في جنس الشرك يعد نوعا من الشرك إذن فهو داخل في الشرك على سبيل العموم والشرك قد قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به حتى قال بعض العلماء إن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به قال بعض أهل العلم هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر قال لأن المصدر المؤول هنا في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به مصدر النكرة والنكرة في سياق نفي تعم لا يغفر إشراكا به فيفيد ذلك العموم يشمل الشرك الأكبر والأصغر فقال بعض أهل العلم الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى مطلقا سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر نعم هذا القول قول مخالف للجمهور للجمهور على أن الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر وأما ما دون ذلك من الذنوب فإن العبد تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر له إن شاء عفى عنه لكن المقصود بسرد هذا القول وذكره هو التنبيه على خطورة الحالف بغير الله لأنه داخل في جنس الشرك والشرك قد قال بعض العلماء إن الله لا يغفره مطلقا سواء أكان أكبر أو أصغر وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على تحريمه نقل إجماع العلماء على تحريم الحالف بغير الله إذن فالحالف بغير الله محرم دون شبهة ولا شك ولا إشكال وقد اتفق العلماء على ذلك فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يقع في هذا الذنب العظيم ما شاع وانتشر على ألسنة الناس من الحالف بغير الله يجب على المسلم تركه واجتنابه وأن يجاهد نفسه في الابتعاد عن ذلك ما أمكن إذن هذا باختصار وإيجاز ما تعلق بهذه الآفة آفة الحالف بغير الله تعالى من آفات اللسان الرائجة والمنتشرة والشائعة بين المسلمين قذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذف المؤمنات بالزنا أو قدف المؤمنين بالزنا جاء في النصوص الكلام على قدف المحصنات من النساء لأن الأكثر أن يكون القدف في جهتهن وإلا فإن القدف محرم سواء أكان ذلك في صفوف النساء أو في صفوف الرجال ما معنى القدف؟ أن يتهم الإنسان غيره بالفاحشة والعياذ بالله أن يتهم الإنسان غيره سواء أكان ذكرا أو أنثى بالفاحشة بالزنا بأنه قد وقع في الفاحشة عياذا بالله تعالى هذا هو القدف قذف المحصنات المؤمنات أي رميهن واتهامهن بالزنا وكذلك قذف المحصنين قدف المؤمنين واتهامهم بالزنا يعد من أكبر الكبائر من كبائر الذنوب بل من أكبرها ولهذا الشارع الحكيم أوجب فيه الحد أوجب الشارع الحكيم الحد في من يرمي المؤمنة أو المؤمنة بالفاحشة أوجب الشارع الحكيم الحد في ذلك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل يعد من الموبقات السبع من السبع الموبقات التي توبق صاحبها وتهلكه وتوريده وتدخله نار جهنم والعياذ بالله وهو أمر يستهين به الناس اليوم كثير من الناس اليوم يسهل على ألسنتهم جدا أن يرمو الناس بالزنا ذكورا وإناتا تجد الواحد من الناس يجلس وسط الشارع أو على رأس الطريق أو في بيته مع الناس وهو يفرق ويقسم التهم على الناس فلان زانية فلان زان فلان يفعل الفاحشة فلان تفعل الفاحشة والعياذ بالله هذا كلام خطير يجب على العبد أن يعلم أنه سيسأل عنه بين يدي ربه تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ليبين خطورته من قذف مملوكة بالزنا من قذف مملوكة فضلا عن حرة اتهمها رمأها بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال والحديث رواه الشيخان في الصحيحين من قذف مملوكة بالزنا مملوكة أي أمى رقيقة فضلا عن من قذف حرة بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد غدا يوم القيامة العقوبة التي يعاقب بها غدا يوم القيامة أنه يقام عليه الحد كأنه هو الفاعل إلا أن يكون كما قال بمعنى أن يكون قد أخبر بما علم شهد بما علم فإن كان إخباره موافقا للواقع ومبنيا على علم لا على التخرص لا على الظنون والشكوك لأن أكثر أحكام الناس اليوم مبنية على الظنون والشكوك يقول فلان كذا فتقول له ما دليل هل رأيته واقعا في الفاحشة لا لا رأيته مع فلانة أو فلانة زاني لماذا رأيتها مع فلان أو فلان كذا رأيته مع فلان في مكان خال أو نحو ذلك هذا كله لا يجوز لك أن ترميه بالفاحشة حتى تراه بعينك واقعا فيها حتى تراه بعينك حتى تشهد عينك على أنه أتى هذه الفاحشة ولهذا الشارع الحكيم ليحذرنا ويرهبنا من هذا الأمر الخطير لألا يفتح الباب لأننا قد ذكرنا كما سبق أن العرض من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها العرض من الضروريات التي جاءت الشريعة لحفظها والعرض هو موضع المدخ والذن من الإنسان فالشارع الحكيم ليسد هذا الباب ويحفظ أعراض الناس لأنها محرمة ومعصومة ومقدسة ومعظمة ليحفظها ماذا أوجب على القاذف الذي يقذف المحصنات قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين يرمون المحصنات المرأة التي تعرف بطهارتها وعفتها وصلاحها من رماها بالزنا ولم ياتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا بأعينهم رأوا بأبصارهم رؤية بصرية لا أنهم قيل لهم أو شكوا أو ظنوا أو تواهموا أو تخيلوا لا رأوا بأبصارهم فلانة تزني أو رأوا فلانا بأبصارهم يزني رؤية واضحة بينة لا شبهة فيها إذا قدف مؤمن عبد مسلم محصنة أو رمى قدف شخصا من المؤمنين بأنه زنى ولم ياتي بأربعة شهداء قال تعالى فيجب أن يجلد أن يقام عليه حد القذف وهو الجلد فاجلدوهم ثمانين جلدة يجلد ثمانين جلدة هذا حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يصير هذا القادف ساقط الشهادة لا تقبلوا شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال بعض أهل العلم لا تقبلوا شهادتهم ولو تابوا اختلف العلماء فيديد مسألة إذا تابوا إلى الله وأصلحوا هل تقبلوا شهادتهم أم لا قال بعض العلماء لا تقبلوا شهادتهم ولو تابوا لأن الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وهذا محل خلاف وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون متصفون بالفسق لأنهم قذفوا ورموا المؤمنين والمؤمنات بما ليس فيهم إلا الذين تابوا فإن تابوا إلى الله زال عنهم وصف الفسق من وقع في القذف ثم تاب إلى الله وأصلح وحقق التوبة بشروطها فإنه يزول عنه وصف الفسق بالإجماع لكن هل تقبل شهادته أم لا؟ اختلف العلم بعضهم قال هذا الاستثناء يرجع إلى الوصف الأخير وهو قوله وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا أما الشهادة قال فلا تقبل أبدا إذن فهذا الشديد من الشارع الحكيم في هذا الأمر يدل على خطورته وعلى أنه أمر محرم وله حدود لا يجوز للمسلمين أن يتجاوزها ويعتدي عليها قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إذن فهم واقعون في كبيرة من كبائر الدنوب استوجبت اللعن ملعونون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات قال للصحابة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن فذكر أولا الشرك بالله تبارك وتعالى والسحرة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال يتيم والتولي يوم الزعف قال عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنات أي الطاهرات العفيفات الغافلات ما معنى الغافلات؟ أي أنهن غافلات عن الفاحشة غافلات عن الزنا لا يفكرن في ذلك ولا يبالين به ويتهمهم المسلم يتهمهن المسلم بالوقوع في ذلك وهن غافلات عن ذلك لا يلتفتن إليه ولا يبالين به قال وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه الشيخان إذن فالحاصل أن المسلم يجب عليه أن يحرص كما سبق بيانه على أن يحفظ لسانه من هذه الآفات فإنها خطيرة وعواقبها ذميمة يجب على العبد أن يخاف على نفسه منها سأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويسترع عيوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين أخي الحبيب النجيب اللبيب عليك التزام السكوتي لتسلم فإن اللسان له مهلكات فصمتا لتنجو وإلا ستندم فمنها نميمة وكذب وغيبا وقول لزور وقذف لمسلم جدال وخوض وقول لشرك وطعن ولعن وكلم محرم فأمسك عليك لسانك صاحي كما في حديث النبي المكرم فإن كان قولك خيرا كنصح وصلح وعلم فقله لتغنام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر